اشتركوا في القناة اتبنى سنة 2008 تقريبا بمشروع صغير 13 كيلوات نظام هاجين ما بين الشمس والرياح العمدة دي كل دي وحدات توليد الكهرباء من الرياح ودي الخلايا الكهروضوئية اللي بتولدلي الكهرباء من أشعة الشمس مباشرة طب المحطة دي زي طبيعة بحثية هي معمولة أساسا بحثية إنما في نفس الوقت بتقدم خدمة مجتمعية للمجتمع اللي حوالينا للمزارع اللي حوالينا حجم الإنتاج الكهرباء كم كيلوات؟ الوحدة الأولانية اللي هي جاية من الاتحاد الأوروبي دي كانت 13 كيلوات خمسة هوا وسبعة واثنين من عشرة تقريبا سولر بي فيي طاقة شمسية الوزارة التعليم العالي وزارة البحث العلمي من خلال مشروع الاسدي دي ايف عطتنا منحة عملنا منها 100 كيلوات خمسين الخلايا الكبيرة دي خمسين كيلوات خلايا كهروضوئية أو خلايا شمسية وخمسين كيلوات تيربينات هوا لتوليد الكهرباء من الرياح الطاقة الرياح ممكن تستخدم هي كمان طبعا الأغراض الصناعية الميزة بتاعتها أنها بتديني هي في طبعات الكهرباء 3 فاز أنا بحولها تاني كل تيربينات دولت حوالي 13 كيلوات طاقة الرياح بالشكل ده ملأمة أكتر على المستوى المنزلي ولا لتوليد الطاقة الكهربائية بشكل زي ما بيقولوا ماسف جماهيري ممكن نسميها جماهيري حتكون أفضل خلايا الكهروضوئية يمكن منزلي حتكون أفضل شوية من الرياح لأن أنت في أي مكان تقدر تولد الطاقة الكهرباء من الطاقة الشمسية مصر من أفضل الدول اللي فيها نسبة شطوع شمس عالية وعدد ساعات شطوع شمس عالية وما بنستخدمهاش طاقة الرياح هل بالمقارنة بالطاقة الشمسية مكلفة؟ لا هي أرخش شوية من الطاقة الشمسية التكنولوجي بتاعها متوفر أكتر والمصانع اللي بتعملها يمكن أكتر إنما لها عيب زي ما بنقول إنها site specific أو بتعتمد على المنطقة يعني منطقة ما فيهاش رياح مش حنقدر نستخدم الطاقة الرياح بس الإتاحة الاقتصادية بالنسبة للمستهلك العادي طاقة الرياح تبدو موجودة متوفرة؟ لو هي المنطقة فيها رياح كويسة هتبقى اقتصادية وممتازة جداً ربما تكون تفوق الطاقة الشمسية احنا قدام طاقة الرياح بديل لإنتاج الكهرباء على مستوى حكومي أو رسمي؟ طبعاً وإحنا عندنا الزعفرانة موجودة الزعفرانة فيها بالميجة كذا ميجة موجودة بتولد كهرباء الميجة اللي هو ألف كيلو ألف كيلو آه يعني أرقام 750 ميجة كذا مشروع متتالي بالميجة لتوليد الكهرباء من الرياح موجودة في الزعفرانة وجبل الزيت وساحل البحر الأحمر كل دي مناطق سرعة الرياح فيها عالية جداً بتوصل لـ 15 و 17 متر على الثانية وبالتالي تشغيل طاقة الرياح فيها بيكون اقتصادي بدرجة كبيرة جداً ايه حجم مساهمة طاقة الرياح في إجمال إنتاج الكهرباء في مصر حالياً والمستهدف مستقبلاً؟ المستهدف من كل الطاقة المتجددة هو 20% النهاردة أعتقد أن احنا يا دوبك واصلين بدون السد العالي السد العالي 7% وعندنا حوالي 1% فقط من طاقة الرياح احنا مستهدفين أن كل الطاقة المتجددة بسنة 2020 توصل إلى 20% هل نمتلك الإمكانات التقنية لتنفيذ هذا الهدف المرجو؟ نعم، احنا عندنا إمكانيات تقنية، عندنا النوه هاو، عندنا شركات كتيرة ممكن تصنع وبتصنع التربينات الهوى والخلاك الكهروضوائية، هل من الممكن أن القطاع الخاص يستثمر في إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح مثلاً أو طاقة الشمسية؟ الاستثمار واعد، اللي بيعوق الاستثمار زي ما قولت لحضرتك أنت بتدي دعم للكهرباء المؤلدة من الوقود التقليدي، زي المستثمر ده حينافس، غير القوانين، اسمح لهم أنهم يربطوا بالشبكة، اشتري منهم الكهرباء بسعر مناسب زي بره أوجه الاستفادة اللي حققتوه هنا في المركز من الطاقة الهاجينة باستخدام الخلايا الضوئية والشمسية والتربينات الرياح محطة تحلية، محطة تحليت مية، شو فارغلة بالكامل المحطة دي يعني تقريباً ممكن تخلق لي مجتمع سكني، مساحته قد إيه ويستوعب سكان قد إيه تقريباً حضرتك، كل اللي حوالينا هنا ما عندهمش مية حلوة، دايرة بعشرين كيلو ما عندهمش مية حلوة، إطلاق وحدة زي دي ممكن توفر لهم المية؟ بيجوا ياخدوا حضرتك وياخدوا مية للعمال واللأسر اللي عايشة هناك، والمركز مكانه هنا عشان بالتأكيد يساهم في تعمير السحاري وفي تطوير السحاري وإزراعتها وتوفير المية الحلوة، لا دي عندنا ترمبتين بتديني مية متر مكعب مية وحدة التحلية ديت إحنا بنعمل تجارب إمكانية إن إحنا نستخدم المية المحلة في الزراعة نخلطها بنسب معينة وبعد كده نستخدمها في الزراعة هل هي حتكون اقتصادية ولا لا، النتائج مباشرة جداً إنها ممكن تكون اقتصادية في الوضع الحال طلعتوا الكهرباء، شغلتوا محطات تحلية للمية؟ تمام، وشغلنا دخل مية دخل للري؟ للري طبعاً إزاي؟ المية هنا في المناطق دي كلها مية أعماق، بنجيب المية من أبار عميقة حوالي 180 متر هذه المية تلعة من البير يعني دي ماشى في المواسير دي المية، دي جاية من 180 متر ترمبا دي قدرتها حوالي 37 كيلو واط أو 50 حصان، بتديني 80 متر مكعب مية في الساعة المية المالحة اللي جاية من واحدة تحلية بعد ما بتحليها بتكون مية مركزة فاحنا بنرميها هنا في حوض التبخير ده عشان المية المالحة ما تنزلش الأعماق تبوز الأكوفار أو المنصوب المية اللي تحت احنا بنأمل في المستقبل إن احنا نعملها مزرعة سماكية وتبقى عندي مزرعة دواجن، مزرعة سماكية، مزرعة انتك حيواني، زراعات عادية اللي انت شايفها يبقى بالطريقة دي بنخلي مجتمع متكامل في السحرة، مش عايزين أي حاجة تجيله منبرة هو بينتج أكله وشربه وميته من المصادر الطبيعية المية من بطن الأرض، الرياح بتاعتنا بتدور لتربينة الهوى، الشمس العظيمة مع الخلايا الكهروضوئية حتبتدي تولدلي الكهرباء، بنعمل هاجين ما بين الاتنين، بدون الحاجة لبترول منبرة ولا أي مخرجات، أي مدخلات إنتاج من أي حتة اشتركوا في القناة